اسم المولود الجديد بقى مرتبط بشكل مباشر معانا بحاجة اسمها الصفرة لدرجة اننا اول ما نتطمن على صحة الام نسأل الدكتور اخبار الصفرة عند المولود ايه وبالرغم من تعاملنا بسهولة وبطمأنينة مع مرض الصفرة اللي ان هذه الدرجة من الامان مش المفروض نفرط في استخدامها او ركون اليها يعني ايه صفرة و ايه اسبابها و مخاطرها و كمان طرق علاجها ده اللي هنعرفه من ضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور اشرف شعلان استاذ طب الاطفال و النمو بالمركز القومي البحوث دكتور اشرف اهلا بيك و شرفتنا اهلا بيك رحمد ازايح حضرت احنا نبتدي الاول عندنا اسئلة كتير بس نبتدي الاول بنعرف الصفرة ما هي الصفرة هي الصفرة ارتفاع مادة معينة في الدم و المادة دي اللونها اصفر فبيدي اللون الاصفر في الجلد و في العين و في التحليل بيبقى نرتفع هذه المادة في الدم طيب ما هي نسبة الصفرة الطبيعية عند الاطفال حديثي لولادة المفروض الطبيعي تكون اقل من واحد بس بطبيعة الحال بعد الولادة بتزيد شوية ليه بتزيد شوية؟ الطفل وهو في داخل الرحم ما عندوش وسيلة انه يتنفس فهو بياخد الاكسجين بتاعه كله محمول على خلايا الدم الحمرة اللي هي عند الام وبتلف وتروح له وترجع تاني للام الام هي اللي تتنفس تركب الاكسجين على خلايا الدم الحمرة ويلف تاني الدم وهكذا في الفترة دي الطفل بيبقى عنده كم كبير من الخلايا الحمرة بعد ما بيتولد ما بيبقاش محتاج كل هذه الخلايا فبيكسر منها شوية تكسير الخلايا الحمرة ده بيطلع منه مادة الصفرة ودي اللي بنسميها الصفرة الفيسيولوجية او صفرة المواليد طبعا هناك انواع تانية من الصفرة تبقى مرضية دي ما نجد عبيحة من النهاردة بنتكلم على الصفرة الفيسيولوجية يعني ده نقدر نقول هو ده سبب ارتفاع نسبة الصفرة عند الاطفال بالزبط فبتعلى شوية طبعا بتبقاش واحد تبقى اكتر من كده ولكن نسبة الخطورة بتاع كل يوم من بعد الولادة بتختلف عن اليوم التاني يعني الطفل اللي عمره يوم نسبة الخطورة عنده مختلف عن اللي عمره يومين عن اللي عمره تلاتة عن اللي عمره اربعة وهكذا فالنسبة عشان نقول انها في الحدود المسموحة لها معادل والمعادل ده حسب الايام ده الدكتور بيحدده حسب عمر الطفل يعني خلينا نقول ان فيه وقت معين الطفل بيعاني فيه بعض الاطفال بحالة عرضية من مرض الصفرة والوقت ده بما بيبقاش طويل هو عادة السفرة الفسولوجية بتبتدي في اليوم الثالث وبتنتهي في اليوم السابع بمعنى ان العلو هو اللي بينتهي وبعد كده شوية شوية بتروح يعني اعلى نقطة في التحليل يكون عادة بين الخامس والسابع وبتبتدي في حدود اليوم الثالث مش كل الاطفال طبعا سابتة زي التانية بس يعني ده المتوسط والقصة بقت النهاردة انا عندي كم يوم والنسبة بقت كام وده يتحدد احنا في مرحلة خطورة ولا مش مرحلة خطورة طيب نتكلم شوية على الاعراض بتاعة ارتفاع الصفرة عند الاطفال اللي هم حديثي لولادة علشان برضو نوري السادة المشاهدين احنا ممكن نشوف ايه بدل ما يروحوا كده ويفترضوا افتراضات ملهاش اساس هو العرض الاساسي تغير في لون الجلد ولون بياض العين عادة بننصح دايما الامهات خدوا الطفل حطوه في ضوء النهار لان الاضاءة العادية اللي في البيوت اغلبها بيبقى لونه اصفر وده يتب شوية بتخبي اللون اللي موجود في الجلد وفي العين بالذات في العداد بتاعتنا ان احنا ما نعملش ضوء قوي للطفل هو لسه مولود عشان خاطر عينه مش لسه مش واخد على الضوء وبتاع فده دايما بننصح الام بكده فهو ما فيش اعراض في البداية غير تغير اللون اذا زادت نسبة الصفرة بقى وعملت مضاعفات في اعراض اخرى بتبقى اعراض عصبية وده يعني اعتقد هنتكلم فيها في وقتها يعني مش دلوقتي طب امتى دكتور الاطفال ممكن يحتاجوا الفحص طبي للصفرة الفيسيولوجية من الصعوبة جدا على الاهل ان هم يحسوا بدرجة اللون ويقولوا دي محتاجة فحص ولا مش محتاجة فحص لان درجة بتبقى قريبة من بعضها والعين الخبيرة جدا هي اللي تقدر تقول النسبة دي في حدود كذا انما حتى احنا كأطباء بالعين ما بنقدرش نعرف النسبة كويس فاي طفل حصل له اي تغير في لون الجلد او لون بياض العين هم بيقول اتنين مع بعض بس ممكن الاهل يشوفوا حاجة ما يشوفوش التاني على طول لازم نقيس الصفرة وفي ضوء الرقم كام بتاع الاياس وعمر الطفل كام بنحدد احنا في مرحلة خطورة ولا مش في مرحلة خطورة وبنحدد احنا كمان منفوض نعمل ايه من خبرة حضرتك ايه اللي بيبقى يعني ظاهر اكتر الجلد ولا العين الجلد ان اغلب الاطفال في السن الصغير ده بيكونوا قفلين عينيهم اغلب الوقت والعين صغيرة لسه وبغض مش باين قوي والناس يعني لما بيتكلموا على الموضوع الصفرة ده دايما بيبصوا في العين الناس ينخلص موضوع الجلد لانه مش سهل يعني هو التغيير بقول حررتك محتاج التغيير في اللون ده محتاج اضاءة طبيعية ومحتاج الاهل يكونوا فعلا بيبصوا ويدوروا يعني ممكن ما بيقوش واخدين بالهم لما لو قلت لهم هو لون الجلد ده طبيعي يبصوا فيه كده يقولوا لا فعلا مش طبيعي طيب نوصل هنا لمرحلة العلاج يعني طبعا ده حاجة مهمة لو ثبت ان الطفل عنده صفرة فايه مراحلة لك احنا البداية زي بيقول حررتك ان احنا بنحدد هي فيه خطورة ولا ما فيش خطورة لو ما فيش خطورة احنا بنقعد في البيت عادي خالص وما فيش اي علاج اكتر من ان بخلي الطفل ياخد رضاعة كميات اكتر شوية من ال يعني اليح عليه شوية في الرضاعة علشان نخفف شوية درجة الصفرة في الدم انما عادة ما فيش علاج وهنا في بعض الممارسات الخطوة في بعض الادوية بتتكتب في هذه الحالة للاطفال حديثي لولادة وهذه الادوية يعني ما هياش مفروض ياخدوها وما بتجيبش تأثير الادوية اللي بتكتب في الوقت ده كياس وحاجات زي كده دي بتبقى للصفرة المرضية وليس الصفرة الفيسيولوجية المرضية اللي هي جاية من الكبد وما بتنفعش خالص في الصفرة الفيسيولوجية فدايما بننصح في الوقت ده مفيش اي دواء بيتاخد ولكن هو النسبة النسبة عالية يبقى لازم احط في حضانة وهذه الحضانة بتحطلها اضاءة معينة بتنزل نسبة الصفرة طيب سؤال بيجيلي دايما اللمبة النيون مفيدة في البيت ولا مش مفيدة في كتير جدا من الاهل الممارسات العادية جالوا صفرة وحطوا تحت لمبة النيون وفيه ناس بقى بيروحوا يفنوا يروح يجيب لمبتين النيون ويعمل لهم خشبة ويخليها تعلى شوية على السرير ويحطها فوق السرير بمسلا متر ولا حاجة وساعات بيقللوها عن كده ده منوش اي لازمة لان لمبة الحضانة هي صحيح شكل لمبة النيون ولكن ما يخرج منها من اشعة مختلفة تماما عن قوة لمبة النيون بتاع البيت ويعني يا حضراتك قلت ملحوستين دلوقتي مهمين اول حاجة ان طفل ممكن ياخد علاج وهو مش مطلوب انا حرجع هنا للنقطة دي لان هو مين اللي حيديله العلاج هل الصيدلي ولا الطبيب الاطفال ولا طبيب ممارس عام ولا والدته يعني ازاي ياخد علاج هو يعني حضرتك بتحرجني بهذا السؤال لا انا ماش بحضرتك احنا عايزين نعرف ايا كان مين اللي هيوصفه المهم ان ما فيش علاج للصفرة الفيسيولوجية يتاخد عن طريق الفم للطفل ممكن بقى حد من جراني شاف القصة دي عنده واحد تاني توصف له هذا العلاج فبينقله بخبراته الفذة الفضيعة اللي جرانه واحد من العيلة حد يعني من المقدم الخدمة الطبية ما يكونش عنده المعلومة كاملة في النهاية احنا ما انا واد ان اؤكد عليه ما فيش اي علاج يتاخد ما فيش اي علاج يتاخد لفترة من الوقت يعني زي ما حضرك قلت هي اعلى نسبة فيها بتبقى بعد خمس لسبع ايام يعني بسؤال الاخر ان احنا لازم نستنى على الطفل قد ايه لو احنا يعني شكين ان عنده صفرة قبل ما نروح لطبيب متخصص ونسأله يعني انصح ان احنا ما ننتظرش لان الفرق زي ما بقول حضرتك رؤيته بالعين مش سهل وارتفاع نسبة الصفرة عن حد معين فيه خطورة شديدة خطورته على المخ ان فيه حاجة عندنا هو اسمها البلوت بريم باريور او نقدر نقول حاجة بتغلف المخ تمنع عنه دخول اي مواد تركيزها عالي في الدم انها تضر الحاجة دي ما بتتكونش غير بعد عشر ايام فاحنا في السبع ايام عشر ايام الاولانين دول مهمين جدا لو ارتفعت نسبة الصفرة بشكل كبير هتعدي لان الحاجة اللي بتحمي المخ دي مش موجودة فهتعدي وتوصل للمخ فبتعمل تغيرات عصبية قد تصل الى التشنجات وقد تصل في الحالات الشديدة الى انها تتلف بعض اجزاء المخ مما يؤدي الى تخلف احنا كده بنتكلم على المضاعفات ده المضاعفات ويعني المضاعفات دي حاجة مهمة طبعا ان احنا نعرفها ايه يعني الاطفال دول ممكن يجيلهم مضاعفات ايه تاني غير كده هو ده اهم حاجة عندي في المضاعفات اللي هو ما يسمى علميا بالكرنكترس اللي هو ارتفاع نسبة الصفرة الشديد الذي يؤثر على المخ بكل بقى المشاكل اللي ممكن تحدث للمخ وتحصل منها بعد كده حاجات ما نعرفش نتخلص منها في المستقبل فاذا الموضوع ما هوش بالسهولة قوي ان بعيني كده شايفت صفرة بسيطة لا دي هتروح واما يعني اسبوع الجانب انو اديري الدكتور لو ما راحتش لا طالما ان في نسبة صفرة بانت وحصل لها تغير في اللون العين او لون الجلد لازم ايس وطول ما انا في النسب الامنة بالنسبة للعمر انا ما عنديش اي مشكلة ما عنديش اي مشكلة اذا تخطت نسب محددة معروفة بالنسبة للاطباء هيقول له ده محتاج يخش في حدانة ويتحط له الاشاعة الضوئية عشان تنزله اذا الاشاعة الضوئية ما نزلتش بدرجة كافية وكان سرعة ارتفاع نسبة الصفرة في الدم من التكسير بتاع خلايا الدم الحمرة اعلى من السرعة اللي بتستطيع الاشاعة الضوئية انها تنزل بها نسبة الصفرة هنلاقي ان حتى جوه الحدانة الصفرة ما زالت بتعلم ودي لها حاجة بقى تانية بنستعملها للطفل المولود بنغير دمه بشكل معين امن جدا بحيث ان احنا نسحب المواد الدار اللي موجودة في الدم دية تدريجيا ونحقن دم مفهوش هذه المواد فالخطورة تزول لغاية ما النسبة ترجع لطبعاتها دين يعني كده احنا كل اللي حضراك قلته مفهوش ادوية زي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول التبرع باعطاء الطفل بعض الادوية وبعض الاكياز زي ما حضراك قلت وهو الموضوع اساسا حتى لو ثبت مفهوش ادوية بالزبط طيب دكتور دلوقتي احنا دايما بنتكلم على الوقاية في كل حدثنا عن اي امراض بنتكلم على الوقاية ايه اللي ممكن نعمله علشان يبقى فيه وقاية كافية لحدوث الصفرة عند الاطفال حديث الولادة زي ما قلنا هو يعني الصفرة عند اطفال حديث الولادة ما هياش بتيجي من ممارسات خاطئة من الامة مثلا هي بتيجي لانها دي حاجة فيسيولوجية طبيعية عند بعض الاطفال اللي عندهم خلاءة دم الحمرة بتبقى اعلى شوية من غيرهم فمع تكسرها بيطلع مدة الصفرة فالوقاية الوحيدة هي ان انا اتابع نسبة الصفرة دي من ساعة ما يبتدي تغير اللون لغاية ما الطبيب يقول احنا بقينا في الامان انسوا هذا الموضوع واللي فضل هيروح لوحده طيب هل في حاجة الام تقدر تعملها قبل ما عادل ولادة بحيث ان هي يعني يكون لها تأثير على عدم حدوث الصفرة الفيسيولوجية لا للاسف ما فيش والموضوع بسيط يعني احنا مش عاوزين برضو نخلي الموضوع يعني مقلق للناس لان هو الموضوع دلوقتي كمان بقى بجهاز مش لازم اعمل تحليل دم حتى في البداية يعني انا بتابع مش لازم اعمل تحليل دم واخد عينة وشك الطفل والتي بقى جهاز بتحط على الجلد بيطلع النتيجة يعني حاجة كده زي الترمومتر اللي بتاع الجلد كده اللي بتحط على الجلد يطلع نتيجة الحرارة فهو برضو ده جهاز صغير خالص كده بتحط على الجلد يطلع نتيجة الصفرة ما هياش دقيقة قوي انما هي تقريبية يعني تزيد اتنين تقل اتنين وده كويس مش وحش يعني بالنسبة لي كطبيب اقدر اعرف مين اللي انا مش محتاج اخده بدقة متناهية الرقم بتاعه لانه بعيد عن مراحل الخطر فالموضوع بسيط يعني كل الموضوع محتاج ان انا اقيس واعرف النسبة كام واعرف النسبة دي امينة ولا غير امينة بالنسبة لعمر الطفل والموضوع منتح ان شاء الله دكتور اشرف احنا بنشكر حضرك لوجودك معنا النهاردة مرض الصفرة عند الاطفال حديث الولادة مش محتاج يعني مش حاجة خطيرة بس كمان مش حاجة سهلة وما يستهنش بيها لازم نخلي بالنا منها كويس علشان نوصل لمرحلة الوقاية خير من العلاج ونبقى متطامنين على طفلنا بدل ما نجري بيه هنا وهناك على الحضانات فقرتنا انتهت بس حلقتنا مستمر استنونا بعد الفصل